السلام عليكم فيديو موصق للحظة وقوع الحادث السير للفنان أشرف عبدالغفور وزوجته إيه اللي حدث بالتحديد وفاته هو وزوجته إسر الحادث وإنهيار بنته رهام عبدالغفور قلبه كان حاسس علشان كده قبل ما يخرج وصاني بحاجة مش متخيلها تعالوا نشوف مع بعض بالفيديو اللي صورته الكاميرات وبالمناسبة تم القبض على المتسب في الحادث ويقال إنه كان بفاعل فاعل وإنهو كان مقصود تعالوا نشوف هذه اللحظة اللي وسقطها الكاميرات الموجودة على الطريق ونشوف الوصية الأخيرة لي وإنهيار وبكاء شديد جدا جدا من ابنته رهام عبدالغفور أبو يا أمي في نفس الوقت ليه كده يا ربي صبرني وفضلت تبكي ودخلت في حالة هسترية من البكاء المتواصل في البداية يريتني دعي لهم بالرحمة وبالمغفرة وكمان أتمنى من حضرتكم نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام وفاة الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر إيوناهز واحد وتمانين عام بعد تعرضه لحادث سير رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا منذ قليل طبعا بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر أسكندرية الصحراوي وفور وقوع الحادث تم نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر علشان يتلقى العلاج ولكن وافته المنية وهو لسه في أول ما دخل المستشفى وحضر الفنان أشرف زاكي نقيب المهن التمثيلية علشان نشوف إيه التفاصيل والإجراءات وتعرض الفنان أشرف عبدالغفور خلال الساعات القليلة الماضية لحادث وكان معاه زوجته وتم نقلها لمستشفى زايد التخصصي طبعا لكن انتقل الفنان أشرف إلى الرفيق الأعلى طبعا الجدير بالذكر يا جماعة أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغ بيفيد إصابة شخصين إصر تصادم طبعا ولكن بعد كده تبين أنه كان بفعل فعل وأن بالفعل تم القبض على المتسبب في هذا الحادث زوجته ما زالت حتى اللحظة دي على كيد الحياة جماعة بالمناسبة يعني هو في البداية الخبر جالنا أنهم هما الاثنين تقفوا لكن هي لحد هذه اللحظة الحالة صعبة جدا جدا ولكن طبعا إرادة ربنا إن شاء الله وهتقوم بألف سلامة الفنانة رهام عبدالغفور دخلت في حالة هستيرية من البكاء المتواصل ومش قادرة تصدق وبتقول أبو يا أمي في نفس الوقت ليه كده يا ربي وما قدرتش تتحامل طبعا الموقف معروف إن هذا الفنان كان فنان وقور ومحترم وأعماله كلها كانت محترمة جدا جدا ففي حالة من الحزن الشديد بتكتاح كل مواقع التواصل الاجتماعي وبتكتاح كمان الوسط الفني بعد وقوع هذا الحادث الأليم وابنته طبعا رهام عبدالغفور قالت على وصيته قالت كان لسه معي مبارح وكنا بنتكلم وكان المفروض إنها بقى موجودة معاهم في هذه السفرية وكان المفروض إن إحنا مع بعض وهاخد أولادي معايا لكن هو قال لي لأ أخليكي أنا هروح أنا وممتك وانتي ابقي حصلينا ابقي تعالي بعدنا سبحان الله قلبه كان حاسس إنها يحصل حاجة وما كانش عايزني أكون متواجدة معاهم علشان كده أنا مش قادرة أتوقع وهي دلوقتي جريت على المستشفى علشان تشوف والدتها وتشوف الوضع اللي هي فيه ويقال إن الوضع والحالة خطيرة في مراحل متأخرة جدا جدا وإن الأطباء بيعملوا كل اللي عليهم ولكن إرادة ربنا فوق كل شيء طبعا ربنا يرحمه ويغفر له ادعو لهم يا جماعة وادعو لزوجته إن ربنا يقومها بألف سلامة لإن رهام في حالة صعبة جدا جدا وحالة نفسية قاسية ترجمة نانسي قنقر